في الحرب التي تدور رحاها في السودان منذ نحو 11 شهراً يواصل الجيش السوداني بحسب تصريحات لقياداته تقدمه عسكرياً خلال الأيام الأخيرة في الخرطوم والخرطوم بحري وأم دورمان وولاية الجزيرة وسط البلاد على حساب قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان ديقلو المعروف بحميدتي تقدم الناء يرى مراقبون أنه يأتي بعد أنباء متداولة عن تلقي الجيش السوداني دعماً عسكرياً خارجياً من بعض الأطراف الإقليمية وكذلك تلقيه دعماً داخلياً عبر حملات التطوع الشعبية والعشائرية التي انتشرت مؤخراً في الأوساط السودانية بعد الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريعة في المناطق التي سيطرت عليها وتزامناً مع المكاسب العسكرية على الأرض يؤكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي موافقة مجلس السيادة الانتقالي على إجراء مفاوضات غير مباشرة مع قوات الدعم السريعة بوساطة ليبية وتركية مشترطاً لإنهاء الحرب انسحاب قوات الدعم السريعة من المدن والقرى التي تسيطر عليها ويؤكد وزير الخارجية السوداني أن أي حل للأزمة لابد أن يستند إلى إعلان جدة الذي جرى برعاية سعودية ونص على حماية قوافل المساعدات الإنسانية وفتح كل طرف ممرات لها في مناطق سيطرته واحترام المبادئ الإنسانية الأساسية وعدم استغلال العمليات الإنسانية لغير أغراضها لا سيما في ظل التحذيرات الأممية والحقوقية المتصاعدة من أن السودانيين يواجهون خطر حدوث مجاعة كارثية ربما يطول أمد سنواتها العجاف إلا أنه بالنظر إلى زيارة كل من قائد الجيش الفريق عبد الفتح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديقلو إلى طرابلس بدعوة من حكومة الوحدة الليبية تؤكداني وجود إمكانية للحل السياسي وأن ثمت ضوءا في نهاية نفق الحرب المظلم ربما يفضي إلى اتفاق يحقق للشعب السوداني الأمن والاستقرار والتنمية ترجمة نانسي قنقر